لاحظتك في محلها السياحة في الجزائر هي فعل متكامل يعني لا يمكن أن نبقى يعني مكتوفي لأيدي في مسألة يعني نشر الوعي لدى أفراد المجتمع ككل صحيح هناك يعني إرادة لدى السلطات العمومية في تحسين الخدمات وزيادة يعني طاقة رفع طاقة الاستقبال ولكن هذا يتمشى أيضا مع انتشار الوعي لدى المجتمع انتشار الوعي لدى المجتمع ونشر الثقافة ما يسمى بالثقافة السياحية في أوساط المجتمع ليس مهمة قطاع السياحة لوحده وإنما كذلك مرتبط بمؤسسات ما يسمى بمؤسسات التنشئة يعني لما نتقل مع المؤسسات التنشئة وسائل الإعلام تلعب دور في نشر الوعي والثقافة التعامل والثقافة حسن الاستقبال لدى المواطنين يعني هي صحيح لما تتحدث عن بعض الحالات الشذة التي أنه يعني سوء يعني التعامل أو ممارسات غير يعني في غير محلها بالنسبة لبعض المواطنين ولكن لما نتكلم عن المجتمع الجزائري بصفة عامة هو شعب مجتمع مذياف يعني مجتمع موشاطرك الرأي يعني في هذا المسألة والسلطات العمومية ما بقتش مكتوفة الأيدي لما تحدث مثلا على قضية هذا الاستغلال العشوائي مثلا على مستوى الشواطئ أو بعض الممارسات غير غير المسؤولة بالنسبة لاستغلال الفضاءات يعني السياحية السلطات العمومية عاكفة الآن على مستوى اللجنة وطنية المكلفة بمسلم الاستقبال على تنظيم أحسن وأفضل لمسألة استغلال الشواطئ وخاصة من خلال يعني إعداد دفتر شروط صارم وجيد بالنسبة للإستغلال حتى يمنح الاستغلال للمحترفين لأنه دفتر شروط وكذلك مخطط شغل الشاطئ يعني مخطط تهيئة الشاطئ هو الأداة الأساسية بالنسبة للسلطات العمومية لكي تراقب مسألة الاستغلال إذا كان زودنا المصالح الأمن والمصالح المسؤولة على هذا الجانب بمخطط تهيئة أو بمخطط شغل الشاطئ أكيد بأنه سيسهرون على تطبيق هذا المخطط ودفتر الشروط لأنه القانون لابد أن يسوت لأنه دون قوانين تنظم مسألة الاستغلال ومسألة استغلال الفضاءات السياحية لا يمكن أن ننجح